بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم إلى حلقة تعليمية جديدة من سلسلة حلقات برنامج تعليم اللغة العربية أرجو أن تكونوا بخير وعافية أينما تكونوا باندقان والاقماندان معزاز برنامج ومزش زبان عربية شمارا بيك درس جديدة زين سلسلة دروس خشامدهت ميجوهم أميداست حرجو باشد سهتمندو سلامت باشد وتنهايات برنامج دنبال كنين في هذه الحلقة نبدأ بوحدة جديدة وهي الوحدة الخامسة وفي هذه الوحدة عندنا أولا القراءة وفي قسم القراءة عنوان النص يوم في حياتي نبدأ بالقراءة هذا النص أيها الأحباب أنا صديقكم مصطفى أريد اليوم أن أحدثكم عن أعمالي اليومية أستيقظ من النوم مبكرا عند أذان الفجر أذكر الله وأتوضأ ثم أذهب مع والدي إلى المسجد بعد الصلاة أعود إلى البيت وأقرأ آيات من القرآن الكريم ثم أتناول الفطورة وبعده أستعد للذهاب إلى المدرسة أجهز كتبي وحقيبتي وأخرج من البيت أذهب إلى المدرسة ماشيا لأنها قريبة من بيتي أدرس هناك ست حصص وفي الاستراحة ألعب مع أصدقائي وبعد انتهاء الدوام وبعد انتهاء الدوام أرجع إلى البيت أتناول الغداء ثم أصل الزهرة وبعد الصلاة أنام قليلا ثم أذاكر دروسي وفي العصر ألعب مع أصدقائي كرة القدم وبعد الصلاة المغرب في المسجد أرجع إلى المنزل وأساعد أمي في إعداد الطعام ثم نتناول العشاء معا وبعد ذلك أكتب الواجب المنزلية وأستعد للدروس الجديدة ثم أنام بعد الصلاة العشاء حتى أصحوا مبكرا لصلاة الفجر نأتي إلى ترجمة هذا النص من با ترجمة ناس مي باردوزيم يوم في حياتي من معنى يوم في حياتي روزي در زندقيم أيها الأحباب أي دوستاه أنا صديقكم مستفى ما دوست شماء مستفىستم أريد اليوم أن أحدثكم عن أعمالي اليومية مي خواهم امروز درباري كارهاي روزمره خود بشما صحبت کنم یا قب بزنم أستيقظو من النوم مبكرا أستيقظو يعني بدار مشام بمعنى أصحو بدار مشام من النوم از خواب مبكرا وقت عند أذان الفجر هنگام آذان صبح أذكر الله و أتوضع ذكر الله روزي مي کنم ثم أذهب مع والدي للمسجد بعد بطرف مسجد بطرف مسجد مروم بعد الصلاة أعود إلى البيت بعد نماز بارمي جردوم بطرف خونا وأقرأ آيات من القرآن الكريمة وآياتي الغرانة زمشان رمي خونام ثم أتناول الفطورة بعدا يعني أتناول بمعنى آكل يعني بعدا مي خرم تناول مي خرم الفطورة بمعنى سبهنا سبحانه رو مي خرم وبعده استعدو للذهاب إلى المدرسة وبعدا یعنى بعدازان استعدو آمادگي مي گیرم استعدو بمعنى آمادگي مي گیرم للذهاب إلى المدرسة بخاطر رفتن با مكتب اجهزو كتب آماده مي سادم اجهزو بمعنى آماده مي کنم كتب كتب هایم را كتب جمع كتب يعني كتبی كتب هایم وحقیبتی وباک سمرا وباک ما واخرج من البایت وبرون می شوام اسخانا اذهب إلى المدرسة ماشيا بمكتب بای پیدا می را ماشيا بمعنى پیدا با پای با قدام لأنها قريبة من بایتی بخاطر رفتن لأنها بخاطر رفتن مدرسة یعنی ها ضمیر ماذا یعود الى المدرسة قصدها هونه من ها ضمیر المدرسة یعنی بخاطر رفتن آن یعنی بخاطر رفتن مدرسة قريبة نازدیک است من بیتی بخانمه ادرس هناك ست حصص مخانم درانجا هناك اسم الاشارة للبعید مكان البعید اسم اشاره است با مكان بعید هونه با مكان قريب اشاره میشه یعنی اینجا هناك یعنی آنجا ادرسه هناك درس مخانم درانجا ست حصص شاش ساعت درسی حصص جمع حصص بمعنه ساعت درسی یا قسمت یا حصص وفی وفی الاسطراحة ودر تفریح العبو معا اصدقائی بازی میکنم با دوستهایم و بعد انتهاء الدوامی ارجعی للبیت و بعد از خلاص شدن ساعت درسی بعد از ختم شدن یا خلاص شدن ساعت درسی ارجعی للبیت برمیگردم با خانه اتناولو الغداء نان چاش را میخورم ثم اصال لزهر بعدن نماز پیشین را میخورم و بعد صلاتی و بعد از نماز انام قلیلا عندک میخوابم ثم اذاکر دروسی بعدن مراجع میکنم یا تکرار میکنم درسهای خود را وفی الاسطر اللعبو معا اصدقائی کرة القدم و بعد از دیگر بعد از دیگر یا عصر بازی میکنم العبو بازی میکنم معا اصدقائی با دوستایم کرة القدم فتبال و بعد صلات المغربی في المسجدی و بعد از خاندن نماز الشام در مسجد و بعد صلات المغربی في المسجد و بعد از خاندن نماز الشام در مسجد ارجعو الى المنزل برمیگردم بخانه و اساعدو و همکاری میکنم کمک میکنم امی مادرم را في اعداد الطعام در آماده کردن غذا في اعداد الطعام در آماده کردن غذا ثم نتناول العشاء معن بعدان میخوریم نان الشاب را عشاء ببعن نان الشاب نان الشاب را معن با هم بعدان نان الشاب را با هم میخوریم و بعد ذلك و بعد ذلك اکتب الواجب المنزلیه کارهای خانهگی من نوشته میکنم اکتبو مینویسم الواجب المنزلیه کار خانهگی را و اساعدو لدروسی و آماده میشم یا آمادهگی میگیرم و اساعدو لدروس الجدیده و آمادهگی میگیرم با درس های جدید ثم انامو بعدا ميخوریم بعد صلاة العشا بعد از نمازه خفتان یا عشا حتی اصحوه مبکرا لصلاة الفاجر تو بیدار شوام حتی اصحوه تو بیدار شوام مبکرا واقت لصلاة الفاجر بناماز سو تو بناماز سو واقت بیدار شوام طيب الان عندما عرفنا هذا النص قراءته و كذلك نطق صحیح لهذا النص و كذلك ترجمتها ترجمت هذا النص بالدارية نأتي و ناخذ بعض المفردات جديدة التي جات هنا وردت في هذا النص مفردات جديدة احباب احباب كما نعرف انها يعني كلمة جمع احباب جمع حبيب مفردها حبيب فبمعنى يعني احباب دوستها طيب احباب بمعنى دوستها اعمال اعمال اسمه جمع يعني جمعه اي شي جمعه عمل عمل بمعنى كار اعمال كارها يومية ما معنى يومية روز مرة روز مرة استيقظ استيقظ فعل بمعنى بدار مشام انه يعني يدل على الحال والاستقبال استيقظ بدار مشام مبكرا وقت مبكرا وقت اعود اعود بمعنى ارجع يعني بارمي جردم اعود بمعنى بارمي جردم أتناول بمعنى آكل فطور فطور بمعنى سبحانا يعني هناك عندنا ثلاثة وجبات فطور غداء والعشاء فطور سبحانا غداء نونتشاشت وعشاء نونتشاب أستعد بمعنى أمودامي شوام أستعد أمودامي شوام أجهز أمودامي كوام أجهز أمودامي كوام ماشيا ماشيا بمعنى قدم زداء قدم زداء يعني بيوداء حصص حصص جمع حصة جمع حصة بمعنى قسمات يعني يقال ماذا لي يعني قسمات وما يحصص و يعني حصص گفته میشه به چیزی که تقسیم بندی شده باشه يعني یا قسمت شه چه میگن؟ حصة میگن و چندین قسمت یا تقسیمات حصص میگن امی که ساعتهای درسی یا ساعتهای کاری به چندین قسمت تقسیم میشه امو قسمتها را قسمتهای ساعت درسی را چه میگن؟ حصص میگن مثلا في المدرسه نحن ندرس مثلا ست حصص ست حصص ها كده مثلا يعني غالبا يدرس في المدرس ست حصص استراحه استراحه بمعنی تفریح استراحه بمعنی تفریح اللعبو اللعبو بمعنی بوزی میگنم بوزی میگنم الدوام الدوام بمعنی مدت کاری و ساعت کاری و درسی اگر درس مربوط درس باشه الدوام بمعنی مساعت درسی عگر كار باشه وزيفه باشه درجه باشه ادوام بمعنى صحات كاري لسه همو مدتك تاين شده مي باشه ادوام الغداء غداء بمعنى كما قلنا سابقا نانا چاشت انامو انامو بمعنى مي خوابم خواب مي کنم اذاكرو اذاكرو بمعنى اراجعو يعني تكرار مي کنم اذاكرو بمعنى تكرار مي کنم مراجع مي کنم وساعدو بمعنى همكاري مي کنم كما قمي کنم اعداد اعداد بمعنى امدگي اعداد بمعنى امدگي معن معن يعني یك جا باهم یك جا الواجب المنزلي كار خانهگي الواجب المنزلي كار خانهگي منزل با خانهگ كفتا مشا واجب كار الواجب المنزلي كار خانهگي اصحو اصحو بمعنى استيقظ يعني استيقظو و اصحو با یك معنى است اصحو بمعنى بيدار مش هم كما استيقظو بمعنى بيدار مش هم اما قسمي كي استيقظو بمعنى بيدار مش هم طيب بعدما درسنا هذا النص وخذنا بعض المفردات الجديدة نأتي إلى تدريبات هذا النص هنا تدريبات أجب عن الأسئلة التالية إجابة كاملة وأسئلة كذلك حول النص متى يستيقظ مصطفى من النوم؟ نحن نرى هنا في النص ماذا قال؟ أستيقظ من النوم مباكرا عند أذان الفاجر فكيف الآن نجيب عن هذا السؤال؟ نقول يستيقظ يستيقظ لا نقول أستيقظ مثل النص بل نقول يستيقظ لأننا نتكلم الآن عن مصطفى نقول يستيقظ عند أذان الفاجر والثاني مع من يذهب إلى المسجد؟ هنا جاء في النص مع والدي لكن هنا نحن نتكلم عن شخص الثالث أنه من؟ أنه مصطفى فماذا نقول؟ يذهب مع والده يذهب مع والده لا نقول والدي والدي بمعنى بقدر من؟ والده يعني بادراش مع والده بوبادراش يعني نضيف الوالد إلى أي ضمير إلى ضمير ها ضمير متصل فالثالث ماذا يفعل بعد صلاة الفاجر؟ ماذا يفعل بعد صلاة الفاجر؟ بعد نمصه؟ هنا جاء في النص أقرأ آيات من القرآن الكريم هنا ماذا نقول؟ نقول في الجواب يعود إلى البيت ويقرأ آيات من القرآن الكريم ثم يتناول الفطورة وبعده يستعد للذهاب إلى المدرسة والرابع كيف يذهب إلى المدرسة؟ كيف يذهب إلى المدرسة؟ هنا في النص جاء ماشيا طيب نقول يذهب ماشيا يذهب ماشيا والخامس كم حصة يدرس في المدرسة؟ نعم هنا جاء في النص يدرس ستة حصص يدرس ستة حصص وماذا يفعل مصطفى في الاستراحة؟ ماذا يفعل مصطفى في الاستراحة؟ تشيكار مي كندا تفريه هنا جاء في النص في الاستراحة يعني يلعب مع أصدقائي فنحن ماذا نجيب؟ بما نجيب؟ نقول في الاستراحة هو يلعب مع أصدقائه مع أصدقائه بدلا من أصدقائي نذكر أصدقائه لأننا الآن نتكلم عن شخص الثالث أنه مصطفى طيب متى ينتهي الدوام في المدرسة؟ متى ينتهي الدوام في المدرسة؟ صد درسي خلاص مش ده مكتب ينتهي الدوام ظهرا ينتهي الدوام ظهرا والثامن متى يذاكر مصطفى دروسه مصطفى مراجع مكنا درس يخد تكرار مكنا هنا جاء يذاكر يعني نذكر يذاكر دروسه بعد صلاة بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر نعم والتاسع ماذا يفعل بعد صلاة العصر ماذا يفعل بعد صلاة العصر نقول يلعب مع أصدقائه نحن يعني الآن بدلا من أصدقائي نذكر أصدقائه لأننا الآن نتكلم عن شخص الثالث يلعب مع أصدقائه كرة القدمة ومتى ينام في الليل متى ينام في الليل ينام بعد صلاة العشاء ينام ينميخ وباد بعد صلاة العشاء بعد نمازه خفتاني عشاء ثاني التدريب الثاني اكتب تحت كل صورة جملة مناسبة من عندك تحت هر تسوير جملة مناصب أنتم تستطيعون أن تكونوا جملة من عندكم لكن الآن أنا أقول فقط على سبيل المثال على سبيل المثال بعض الجمل مثلاً للصورة الأولى نقول ساعة التاسعة نقول أنام في الساعة التاسعة في الساعة التاسعة ليلاً أو نقول أفطر في الساعة التاسعة صباحاً بمعنى أفطر يعني شاي سوب هنا ميخروم درسات النوية سوب خلاص والثاني سورة الثانية عندنا القرآن الكريم كيف نقول أتلو القرآن أتلو القرآن الكريم بعد صلاة الفاجر أو أقرأ القرآن الكريم بعد صلاة الفاجر ثالثاً السورة الثالثة ماذا نقول لحافلة هنا سورة سورة الحافلة طيب حافلة ما معنى سروبيس فكيف نقول أذهب إلى المدرسة بالحافلة أذهب إلى المدرسة بالحافلة يعني ما بوسيلي سارويس يوباس بمكتاب ميرو هكذا نكون جملة من عندنا أو مثلا نقول أبي اشترى حافلة خلاص هكذا الجمل ثالثا اربط بين الجمل في قائمة همزة والجمل في قائمة ب اولا يعني اربط بين هذه الجمل ربط بين جملة كدر ستون راستنا وشتازه ستون همزة وجملات كدر ستون باست أنام في الليل مبكرا شب وقت من خوابهم هنا ننظر في قائمة ب أن أي شيء يناسبه أو أي جملة تناسبه نقول كي أستيقظ مبكرا لصلاة الفجر فهذا يناسبه هذا القول يناسبه القول الأول مثلا أنام في الليل مبكرا كي أستيقظ مبكرا لصلاة الفجر أستيقظ مبكرا لصلاة الفجر كي أستيقظ مبكرا لصلاة الفجر خلاص هذا يناسبه ونقول أذهب إلى معهد أذهب إلى معهد ماشيا ما بمهد تشميرم بوي بيضاميرم خب يعني أي جملة تأتي يعني تناسبها نقول لأنه قريب من بيتي بخطريك معهد نزدیک أزبخاني ما أزو خاطر بيضاميرم خلاص هذا يناسبه وطيع الوالدين دائما ما اطاعت میکنم أزوالدين هميشه هميشه ازوالدين اطاعت میکنم لماذا؟ هنا قال كي أدخل الجنة تاب جنت داخل شام فهذا هذه الجملة تناسبه وأخرج من البيت مبكرا أزوالدين داخل شام أيها تناسب فنقول لأصل إلى المدرسة مبكرا طوالدين داخل شام هذه الجملة تناسبها طيب ونأتي إلى تدريب الرابع لماذا تقوم بالأعمال التالية؟ شروعي كورورا جامتي إذن نذكر السبب وبي بيان السبب ماذا نستعمل في بداية الجملة؟ لم لم التعليل أو كي إما نذكر أو إما نستعمل لم التعليل في بداية الجملة وإما كي يعني لم یا بخاطر بيان السبب یك چيز یا در شروع جملة ما كي ميارم كي استعمال میکنم یا لم التعليل استعمال میکنم كيف نذكر الآن نأتي بالمثال أتعلم اللغة العربية يات ميگرم زبان عربية كي كي أفهم القرآن الكريم أتعلم اللغة العربية كي أفهم القرآن الكريم خلاص بيش جملة أفهم القرآن الكريم كي رو أورده كي داخل كريم لجملة طيب بيان كنا السبب شا يعني السبب بيان كنا كي ما شروع زبان عربية كي داخل كي داخل كي داخل كي داخل كي داخل كريم أمر فنقول لي أتعلم بخاطر كي يات بيجرم جيرا زبان عربية وثالث أتكلم بالعربية مع أصدقائي ما با دوستيخد عربية صحبات ميكنم كي طا يبخاطر كي شوى كي أتقن لغتي العربية مثلا كي أتقن لغتي العربية يعني طا قوي كنم زبان عربية يعني عربية مات بخاطر كي عربية قوي كنم ما با دوستيخد عربية صحبات ميكنم و إذن نقول كي أتقن لغتي العربية و الرابع استمعو إلى المدرس جيدا استمعو إلى المدرس جيدا ما بمعلم خوب گوش ميدهم بخاطر چي لم جا في بداية الكلام لأفهم كلامه طا قبش خوب بفهمهم طا قبش بفهمهم أو لأفهم الدرس طا درس بفهمهم هكذا ذكرنا هذه يعني حلنا هذه التدريبات بسبب حتى نفهم جيدا النص واستطيع الآن أن نستعمل هذه المفردات جديدة في الجملة من عندنا و يعني درسنا اليوم كان هذا النص والمفردات الجديدة التي يعني تعلمناه من خلال هذا النص طيب الآن نكتفي بهذا القدر وأستوديعكم استوديعكم الله وأسعد الله ووقاتكم في يمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر